بدأ نحو مليوني حاج في مكة المكرمة بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية والذي تقتصر أعماله على التلبية والتسبيح والتكبير والمبيت في طريقهم للوقوف بمشعر عرفات ويبقى الحجج في ميناء إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة ليتوجهوا بعدها للوقوف بعرفات في يوم الحج الأكبر ثم يعودون إليها بعد النفرة من عرفات والمبيت بمزدلفة ثم رمي الجمرات